اشتركوا في القناة البرلمانية الاسيوية المنعقد حاليا في جمهورية تركيا الصديقة حيث نقل معاليه الى المشاركين تحيات حضرة صاحب الجلالة حفظه الله وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق ووضح معاليه ان مجلس النواب وانطلاقا من دور ومسئولية البرلمان باعتباره شريكا رئيسا في صناعة القرار فقد قدم في عام 2014 مرئياته حول اهداف التنمية المستدامة قبل الاعتماد والبدء في تنفيذها رسميا بما يزيد من الاهتمام بالحقوق الاساسية للمواطنين وتتمثل ابرز هذه الاهداف حماية المجتمع من الارهاب والعنف التعليم الجيد ورعاية صحية افضل وتوفير فرص عمل افضل وادماج احتياجات المرأة في التنمية وحماية البيئة من التلوث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر